بعد نجاح مكونات حضرموت السياسية المناهضة للمجلس الانتقالي في تشكيل كيان سياسي موحد باسم مؤتمر حضرموت الوطني أصيب موقف الانتقالي بالارتباك وتضارب التصريحات مسؤوله بين مرحب بالكيان الجديد مع الكثير من الحذر وبين مدع عدم معرفته بهذا الكيان تهربا من إبداء رأي محدد فيه لم يدم طويلا أمد الموقف الموارب من المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات تجاه مجلس حضرموت المدعوم سعوديا فسرعان ما بدأت وسائل إعلام المجلس الانتقالي مهاجمة الشخصيات والكيانات المشاركة في تأسيسه وتصاعدت اللغة تدريجيا بينما تستمر المشاورات في العاصمة السعودية الرياض لإعلان قيادة المجلس خلال الشهر المقبل قيادي في المجلس الانتقالي بحضرموت خلال فعالية بالمكلة وصف تأسيس مجلس حضرموت بأنه عملية تفريخ للمكونات وجدد تهديدات الانتقال بمواصلة التصعيد لإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من مديريات وادي وصحراء حضرموت المحاذية للسعودية قبل شهرين أعلنت مكونات وشخصيات حضرمية في الرياض عن الهيئة التأسيسية لمجلس حضرموت الوطني ليكون حاملا سياسيا لقضايا وتطلعات أبناء المحافظة بالتزامن مع استمرار تصعيد الانتقالي في إطار مساعيه للسيطرة على المحافظة وتعمل السعودية على التنسيق بين شخصيات سياسية ومكونات أخرى يجمعها الانتماء الحضرمي والموقف الرافض لسيطرة الانتقالي لأسباب كثيرة من بينها الخلفية المناطقية التي شكلت على أساسها قوات المجلس